تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدح فضله الله ورعى برقية شكر وتهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورفع الصالح في البرقية أسمى آيات الشكر والثناء لمناسبة تفضل جلالته رعاه الله بافتتاح دور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب وعرب رئيس مجلس الشورى باسمه واسمه أعضاء مجلس الشورى عن عميق الامتنان لما احتوته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى رعاه الله في هذه المناسبة الوطنية من كلمات ضافية ومعاني وطنية أصيلة رسمت معالم مستقبل هذا البلد العزيز معربا عن الثقة في أن تكون المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني بمشيئة الله وبفضل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة محققة لما فيه خير ومصلحة شعب مملكة البحرين وتقدما للعملية الديمقراطية ودرعا للوحدة الوطنية وداعمة لمسيرة عهد جلالة الملك المفدى الزاهر بما يحقق الأهداف التي يصب إليها جلالته أيده الله من خلال نهج جلالته الإصلاحي وبما يسهم في رفعة الوطن العزيز والمواطنين الكرام وجدد معالي رئيس مجلس الشورى العهد والولاء لجلالة العهل المفدى بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته بكل حكمة وحنكة واقتدار والرامية إلى تحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والأمان والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وصولا إلى مزيد من الرفعة والازدهار داعيا الله يحفظ جلالته ويرعاه ويطيل في عمره ويمتعه بمنفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاه